نضم إلينا مباشرة من بغداد سعد الحديفي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سيد سعد أهلا بك معنا يعني التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون مجلس المحافظات والأقضية هل هي تعديلات نهائية وهل هناك نية لديكم في اجتماع يوم غد لإضافة المزيد؟ في الحقيقة الاجتماع الذي عقد يوم أمس المجلس الوزراء خصصا بالدرجة الأساس لاستكمال مناقشات المجلس بصدد تشريع أو الموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس المحافظات والأقضية وإلغاء القانون السابق رقم 36 لسنة 2008 وبالفعل بعد استضافة المفوضية العليا واستكمالا للنقاشات السابقة التي جرت في جرسات سابقة لمجلس الوزراء تم التصويت على المشروع القانون الجديد وهو في طريقه إلى مجلس النواب وبالتالي لا يوجد نية لإجراء تعديلات جديدة هذا المشروع أخذ شكله النهائي على مستوى مجلس الوزراء وسيحال إلى مجلس النواب ليبت فيه ويصوت عليه في وقت لاحق إذن أبرز محاور اجتماعكم يوم غد إذا كانت معلوماتي صحيحة مجلس الوزراء سيعقد اجتماع يوم غد في الحقيقة الاجتماع الذي عقد يوم أمس ربما حصل لبس بهذا الصدد كان اجتماع عظافي تمحور حول نقطة معينة هي استكمال النقاشات بصدد تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وهذا الأمر تم يوم أمس وبالتالي جلسة الغد هي جلسة اعتيادية تعقد كل ثلاثة لمجلس الوزراء لمناقشة جدوى الأعمال المعد للجلسة فبالتالي لا يوجد رابط بين جلسة الأمس وجلسة الغد نعم واضح سيد سعد أنتقل إلى موضوع الموازنة رأيكم كحكومة بالتعديلات التي طرأت على موازنة 2017 هذا اليوم في مجلس النواب تحديدا فيما يخص موضوع البترو دولار وأيضا كيف ستواجهون مطالبات نواب عن المحافظات الجنوبية بضمانة من الحكومة لعدم الطعن في هذه الإضافات؟ في الحقيقة الحكومة اعتمدت خلال العامين الماضيين على وضع نسبة محددة في موازنة البترو دولار للمحافظات المنتجة أو المكررة للنفط أو حتى المنتجة للغاز وهذه النسبة معتمدة ومرتبطة على الانخفاض الكبير الذي حدث في أسواق النفط العالمية بالنسبة لسعر برميل النفط يعني كانت النسبة عندما كان برميل النفط يتجاوز الـ 115 دولار كان تم تحديد خمسة دولارات للبرميل المنتج الواحد الآن بسبب الانخفاض الذي وصل كمعدلات خلال هذا العام إلى حوالي 33 دولار للبرميل الواحد فبالتالي ليس من المعقول وليس من المنطقي أن تعطى هذه النسبة العالية لهذا وضعت في مشروع الموازنة تحديد نسبة هي خمسة بالمئة من قيمة سعر البرميل وبالمناسبة هذه النسبة من الناحية العملية قياسا بسعر البرميل هي أعلى من النسبة التي كانت تحصل عليه هذه المحافظات قبل موازنة عام 2015 وموازنة عام 2016 وبالتالي حقيقة هذا الأمر مرتبط بكل المحافظات المنتجة ولا يوجد أي موقف إطلاقا من الحكومة التحادية تجاه هذه المحافظات هذه المحافظات لها حقيقة دور كبير في إنتاج الثروة النفطية العراقية وتصديرها وهي تسد الجزء الأكبر من موازنة العراق لكن هذا موقف عام ومرتبط بظرف حالي آني هو انخفاض قيمة سعار نفط والضغط الكبير الذي تتعرض له موازنة الدولة نتيجة الإنفاق العسكري ونتيجة توفير رواتب ومخصصات مالية لأكثر من سبعة ملايين مواطن شهريا تتلقى أو يتلقون رواتب من الدولة إذن يعني ألا يوجد هناك مخاوف من الحكومة بهذا الصدد لماذا إذن انسحب نواب المحافظات الجنوبية هذا اليوم من الجلسة إذا ما كان الموضوع مطمئن يعني في الحقيقة الاختلاف بالنسبة للنواب الذين انسحبوا هم يريدون تحديد مبلغ معين لكل برمي المنتج وليس نسبة وهذا هو موضوع الاختلاف بين مشروع القانون الذي قدم من قبل حكومة وبينها رؤية المحافظات الأربع المنتجة الذين تحدثوا نوابها وممثلوها عن الانسحاب من الجلسة المقبلة للتصويت نحن نأمل أن يكون هناك توافق بالنتيجة داخل مجلس نواب بصدد تمرير الموازنة لأن أيضا تمرير الموازنة في وقتها المحدد أمر ضروري جدا لقيام الدولة بالإنفاق على أبواب الموازنة العامة وبالذات الإنفاق في مجال الجانب العسكري والحرب على الرهاب وجانب المنازحين واحتياجات المنازحين هذا أمر ضروري بالإضافة إلى المتعلقات الأخرى الخاصة برواتب موظفي ومتقاع دي الدولة لهذا نحن نطلع إلى أن هناك توافق يكون خلال الجلسة المقبلة لحل هذا الإشكال وفي الحقيقة الدستور أعطى صلاحيات لمجلس النواب عند مناقشة الموازنة القيام بالمناقلة بين أبواب الإنفاق وأيضا تخفيض مستوى الإنفاق العام للموازنة لكن وضع شرطا بالنسبة لزيادة الإنفاق أو ترتيب أعباء مالية على الحكومة هو أن يكون هناك مقترح مقدم من مجلس النواب للحكومة وبالتالي حقيقة هذا الأمر واضح وصريح والمحكمة التحادية أيدت هذه الرؤية لا يمكن فرض أي بنت جديد في الموازنة أو تعديل يرتب أعباء مالية على الحكومة بدون العودة للحكومة من جديد أيضا أنتقل عندما بدأت عملية قادمونيا نينوى لتحرير الموصل من داعش كانت هناك أحاديث لها أجنحة عن المناطق التي ستحررها قوات البشمرقة ما إذا كانت ستكون للأكراد أو ستبقى هذه المناطق تابعة للحكومة الاتحادية ولكن اليوم عارف طيفور مسؤول محور الخازر في قوات البشمرقة الكردية قال بأن هذه القوات التي حررت هذه الأراضي لن تنسحب منها بعد عمليات التحرير طبعا لأنهم قالوا بأنهم دفعوا ثمنها دماء من جنودهم الذين دفعوا عن هذه الأرض هناك اختلاف في الموقف الكردي سابقا ظهر مثل ذلك الموقف ونفاه مسعود بارزاني ما هو موقفكم أنتم من هذا التصريح؟ أنت أشارتي قبل قليل أن موقف الإقليم على لسان سيد مسعود بارزاني كان واضحا بهذا الصدد هو أكد التزامه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية والإقليم بصدد أن كل حركة كل انتشار جديد كل انتقال لقطعات البيشمرقة بعد أو أثناء عملية قادمونيانين والحين انتهاء هذه العمليات سوف يكون تحركا مؤقتا وآنيا ومرتبط بظروف عسكرية وسوف تعود هذه القطعات إلى المواقع التي انطلقت منها أو التي كانت فيها قبل بدء العملية هذا الاتفاق واضح وصلنا إليه قبل بدء العملية وكان جزءا أساسيا من الاتفاق فيما يتعلق بآلية التنسيق في حركة القطعات بالنسبة للبيشمرقة والقوات العراقية ودخول القوات العراقية الاتحادية من داخل أراضي الإقليم لتشارك في قاطع القتال بالتالي نحن نعتقد أن الاتفاق ملتزم به وحقيقة تصريحات لا يتصدر منها أنهاك ليست بضرورة معبرة عن إرادة الإقليم وعن إرادة المتفقين ونعتقد أن الاتفاق ما يزال قائم وملتزم به وبالفعل هذا الأمر يجري على الأرض حيث تم تسليم عدد من الماضق التي حررت قوات البيشمرقة إلى الشرطة المحلية في محافظة الأنبار لمشكل الأمن والاستقرار فيها نعم في محافظة نيناء عفوا نشكر توجدك معنا كنت معنا مباشرة من بغداد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء